خزن وانطواء برج الحوت وما بقاش عنده ثقة في حد. في الحالات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز بيرجع. في حالات فيها انفصال كتير منكم مش عايز بيرجع. خلاص. انتخدت قرار بالبعض وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان ثقات ترابية. فيه ثقات ترابية زهرت. فيه خد تعرض للخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. آآ بس انا شايفة كرت العدالة تلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك دزدات من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر. وبتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها. وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد. غير لما تكون حللت الموقف كويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدس عندك. لان انت يا برج الحوت آآ 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 يعني بتقدر آآ عندك هقول لك ايه? آآ آآ الحدس عندك عالي. يعني اغلب احليلاتك وتوقعاتك بتكون صح. اهو. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات اتقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الصرف الثاني. علاقات خصل فيها خزلان. ما حدش عايز يسمع. يعني ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الحوت تبطي بالسحر. لا يعني بالسرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعض جدا. انت والشريك بتحبوا بعض جدا. آآ آآ والمانع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده. ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج التقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده في سحر. آآ يعني حاولوا ترجعوا الربنا في الفترة دي. آآ بطلوا السحر بالسرق الشرعية. اخراج استدقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لإصال لازم لازم الثحر. شايفة كمان لكتير من مواليد برج الحوت آآ في عندكم قريب في لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين. والمنفصلين. يعني في يعني لو المنفصلين هيكون فيه رجوع. ان شاء الله. وباللقاء عاطفي حلوة قوي قوي قوي. آآ بازني اللي يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيب ويا رب. آآ آآ لاني شايفاك برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر. هيحاولوا آآ آآ لو في مشاكل يحلوها ما يخلوهاش آآ تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين فيه عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. في يعني فبالتاني هيكون فيه لقاء حلوة جدا. يعني الحنين اللي عنده المنفصلين هو من النحيتين. ده السياة جميع اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. السحر ده. بتحاولوا تبتلوه. آآ آآ فيها تلاقوا حلول. يعني فيها تلاقوا حلول لفترجع العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت هترجع احسن مما كانت. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معا حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا تكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب سعيدة عليكم يا موليد برج الحوت. آآ طيب المنفصلين تاني. اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغة مع الشريك. لاني شايفة فيه علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان فيه حب وفيه علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاقة. فيه طرف تمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللأسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الثرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الثرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في في تذكيره وفي وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي اللي نتجه تحت تأثير الضغط ده مش هتكون صحيح. سواء انت او الطرف التاني. مش هتكون صحيحة بالمرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس تانية. انتو سمحتون يوم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس تحيل سليمة. وده طبعا مش عيض. ما انت تكون عايز ترجع العلاقة ساعة تكتيني. آآ عايز اطمن مواليد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو في كتير تواصل عاطفي. يعني شايفة تواصل تواصل فيه. عندكم كتير جدا. آآ تواصل عاطفي. آآ وعملي كمان. على فكرة فيه تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك. آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وتركب افكارك كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفطلين في فترة النص الاول من مايو لازم تخلي بالك جزاية الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة. وحاول تفكر في حل المشكلة بلاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة وان احنا نفكر في حل للمشكلة. آآ النزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تخسر. انك تطلع خسران. آآ غير انك فلكيا في الفترة دي برج الحد هيكون عندك كواكب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الاول من مايو فلكيا عندك كواكب معاكسة. بس هي مش هتطول. فانت تحاول تسيطر على التصرفاتك. وترتب افكارك في الفترة دي. آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في ردود افعالك لان اللي بنعمله هو يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهور. آآ في منكم عايز صفر ممكن يتاح لي فرصة الصفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي عايز صفر ممكن يتاح لي فرصة الصفر في الفترة دي. شايفة تعب كتير يا برج الخوت. تعب ومعاناة في الفترة اللي فاتت. بس قربت تنتهي. سواء مشاكل او علاقات آآ انت قدمت فيها الكتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت لك بتعب وبزلت فيها مجهود. بس شايفة في عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفيا. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة. يعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف العلاقة دي الحب هيلغي. في منكو يا برج الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكو هيكون ومنكو هيكون الطرف الثاني معروف بالنسبة لك. بس العلاقة بينكو ما كانتش حب. هتتحول لحب متبادل. اه لكن في البداية مش هيكون فيه اعتراف من الفاتح من الطرفين. يعني فيه عندكو حب جديد خالص. حد بداخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسبة له. وفيه هيكون فيه علاقة حب لطرف. انت هتعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك. ومن الطرف التاني بس مش هتعترفوا البعض في البداية. اه برج الحب يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة. اه من فترة كبيرة انتو تعبنين جدا. كتير منكو وحسين اه اه حسين بدا لحد دلوقتي. يعني حسين بالطعب ده لحد دلوقتي. اه بقول لكم تفاقلوا خير تجدوه. اه او الززبات بتاعتكم بالصلاة والاستغفار وآآ آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده يعني الفترة اللي جاية دي فيه حاجات كويسة كتير. بس لازم انت تقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكو يا جماعة. لان احيانا لما بلاقي الحد فيه حاجات كويسة جايله. ومسلا اسمع من حد يعني اني لأ مثلا ما حصلتش. ففيه يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقفل منافذ الطاقة فيه ما تخليش نفسك بتستقبل حاجة. لأ افتح منافذ الطاقة عندك بالصلاة وبالاستغفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكو حلوة قوي. فيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكين كمان على المستوى المادي عندكو شوية حاجات حلوة جميل. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او الحاجات الايجابية. يعني تكون عندكو استقبال الحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. القراءة انتهت. يا برج الخوت شايتها قراءة ايجابية. آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك ناصر. وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكو. آآ بس ازاي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تبطلوه. آآ فيه الرؤية الشرعية. آآ فيه البخور آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص. السحر البطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبطل السحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريض. آآ يعني انا عامليها مع حد. آآ لو جابت معيها نتيجة. يعني مع واحدة من جزها من ايه وجزها من الفصلين. آآ لو جابت معاها نتيجة. ان شاء الله قريض. هاعلن عنها. آآ هي ايه? هعلن لكم عنها كلها. بان انتو آآ تكتدوا تنفذوها. وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معاها نتيجة. عشان هي تعبانة جدا برضو. هتجيب معاها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب وتعملوها انتو كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان يوصلكوا كل جديد. والتفعيل الجرس واللايك. وهتمنى التعليقات بتاعيبكم ان شاء الله. آآ شكرا للمتابعة برج الحب.